الموت مزروع هنا حتى بين حبات الأرز المتناثرة في شركة مطاحن البحر الأحمر بالحديدة تفخخ الحياة بألغام زرعتها ميليشيا الحثي بينما يخوض الجيش الوطني رحلة لتأمينها في مدينة الحديدة أو بتلك الأجزاء التي استعاد الجيش الوطني السيطرة عليها تم اكتشاف كميات كبيرة من الألغام المزروعة في المصانع وحتى داخل طفايات الحريق وأكياس المواد الغذائية في عدد من المناطق بالمدينة الأمر ذاته يحدث في المدارس حيث أقدمت الميليشيا على تحويل مدرسة الشرف بالمدينة إلى ثكنة عسكرية بعد تدمير محتوياتها أما عن كمية الألغام المزروعة من قبل الميليشيا فآخر إحصائية رسمية أشارت على لسان وزير الخارجية خالد اليماني أواخر يونيو إلى أن مسلحي الحثي زرعوا حوالي مليون لغم في أنحاء متفرقة من اليمن وسقوط أكثر من 1194 قتيلاً وألفين ومائتين وسبعة وثمانين مصاباً جراء الألغام معظمهم من المدنيين تحرس مليشيا الحثي إذن على أن تخلف الموت وراءها فمن لم تقتله بالرصاص والقذائف فجرته بالألغام ترجمة نانسي قنقر